السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير وجبة الغدى الجميلة دي اللي تفتح النفس ما فيش ابسط ولا اسهل منها كباب الدجاج المشوي وكمان الرز المبهر واسرع طمية شايفين الرز ولونه وجماله كان لسه بقى البهارات ورحتها وجمالها يعني حاجة بجد تحفة وسريعة جدا الوجبة دي وجبة متكملة فيها كل القيم الجزائية مش ناقصة غير طبق سلطة وهي الحقيقة طعمها جميلة جدا عايز اقول لكم ان الكباب ده زي اللي بيتقدم بره بالزبط لكن اجمل لانه في البيت يا سلام بلو كان عندنا شوية كده فحم ولا حاجة وبرضه ممكن نعمل برضه تعامل فحم زي بره بالزبط كده باسهل طريقة ومكوناتنا النهاردة كمان بسيطة جدا يلا بينا كده نشوف الطريقة مع بعض انا النهاردة استخدمت في كباب الدجاج صدور البنية معايا هنا ربع كيلو او اقل كمان من ربع كيلو ومعايا كده كامعود من البقدونس وفلفل اخضر اللي هو الكوبي وكمان معايا بصلتي متوسطين وباكت كاتشاب اساس الوصفة دي بيستخدم الفلفل اللي هو الكوبي بس الاحمر الفلفل الحلو معايا ملح وفلفل اسمر شطة بابريكا بوهار الباربيكيو وكمان جسط التيب وبوهار فراخ هندرب بقى نفرم البصل بتاعنا مع البقدونس والفلفل الاخضر زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنبتدي نصفيه من المية مهم جدا ان احنا نصفي الخضور بتاعنا ده البصل يعني والفلفل والفلفل الاخضر والبقدونس مهم ان احنا نصفيه من ميته لان المية بتاعته لو حطناها على الفراخ على طول هتبتدي تفك مني ومش هتربط فمهم نصفي الاول الخضروات بتاعتنا وزي ما قلتلكم اساس وصفة الكباب الدجاج بيستخدم في الفلفل الاحمر الحلو بس انا ما كانش متواجد عندي لكن برضو ان شاء الله هعمل السلصة وهنكمل الوصفة بتاعتنا انا فرمت هنا بعدها الفراخ انتو ممكن تستخدموا اوراك مش مش شرط يعني يكون البانيه وهنضيف بقى البهارات بتاعتنا وهنبتدي نقلب المكونات كويس جدا مع بعض في المرحلة دي ممكن تضيفوا كاتشاب حور او الكاتشاب العادي بتاعنا زي ما احنا شايفين كده وهستخدم كمان معلقتين من المية اللي نزلت بتاعة البصل والبقدونس والفلفل وهنكمل بالصوص الاحمر اللي هو اساس الوصفة زي ما احنا شايفين هنا كده مع بعض هبتدي بقى ادمج الفراخ بالبهارات والخضار بتاعنا كده ونجمع الفراخ كويس بيها ومعليش انا هنا نسيت وانا بصور اه اضيف لكم اه معلقة كبيرة من دقيق شوفان او معلقة بقسمات او معلقة دقيق ده بيساعد اكتر على ربط الكباب زي ما قلت لكم الطريقة بسيطة سهلة اه طريقة الشاوي كمان جميلة جدا ممكن في الفرن ممكن في طاصة على النار ممكن حتى عالشوال فحمهم هيدي بقى طعم طبعا جميل جدا جدا زي اللي بيتقدم برة بالزبط هنا لما انا ضفت معلقة الدقيق الشوفان وابتديت اقلب المكونات جايز جدا مع بعض لغاية ما تندمج انتو ممكن تريحوا آآ الفراخ ساعة ساعتين كده في التلاجة لو مستعجلين وحبين تشتغلوا فيها على طول هتديكم برضو طعم حلوة قوي بس انا بحب الحاجة يعني يعني تريح شوية في التلاجة بالبهارات علشان تندمج وتدي طعم اكتر فده على حسب وقتكو انتو زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا سبتها ارتاحت ساعتين ورجعت تاني وجبت سنية وحطيت فيها ورقة الزبدة وكنت جايبة الاعواد الخشبية دي بلتها في مياه كده لمدة نص ساعة علشان ما تتحرقش مني في الفرن وهبتدي اخد كده قطع من الفراخ واعملها على الاعواد الخشبية بشكل كده يعني عايز اقول لكم بس على نقطة مهمة بالشكل اللي احنا بنعمل به ده نبتدي نسيب بس هوا فيه فراغات اللي هو ايه لما بتكب سوابعي كده وبعلم فيها بدي كده زي علامات صغيرة بيخلي الفراخ تتنفس وتتشوي كويس وهي في الفرن تبقى من جواها كده طرية وجميلة ومن بره كمان آآ متماسكة وبتاخد لون محمر جميل جدا زي ما احنا شايفين انا تعلمت فين الحكاية دي كنت بشوف الناس اللي بتشوي آآ في المحلات بره فبحب اتفرج علشان اتعلم واعمل حاجة زي كده في البيت طبعا زي ما احنا شايفين كده هنبتدي بقى نكمل الكمية بتاعتنا آآ هيطلعوا تقريبا خمس اعوات خشبية فالكمية آآ يعني حاجة جميلة جدا زي ما قلتلكم وتكفي اسرة وبجد الطعم كان تحفى شايفين بقى الشكل هنا والجمال آآ وهنا بعد بقى ما كملنا الاعوات الخشبية بتاعتنا الجميلة بالكباب الحلو ده تقدروا تختاروا الطريقة اللي تحبوها في الشوي لو حابين على الطاصة وحابين على الجريل لو عندكوا اللاية هوائية حابين في الفرن زي ما انا ما عملت فهو في كل الطرق بيبقى طعمه جميل جدا جدا اختاروا بقى الطريقة زي ما تحبوه المهم انه هو ما يتشويش آآ بفترة آآ وقت طويلة يعني تقريبا نص ساعة بيكون الكباب معنا مستوي وجميل وزي الفل علشان بس ما ينشفش مننا زي ما احنا شايفين كده مع بعض بس انا هحط له كده معلقتين من الزيت علشان يدي تراوة للكباب وهو بتشوي في الفرن والان كمان البني ما فيهوش آآ نسبة دهون عالية فزي ما قلتلكم الوجبة كمان صحية وخفيفة جدا وتنفع آآ في آآ الدايت بتاعنا او الناس مرضى السكر فالكباب ده جميل ويعتبر دهون قليلة هنيجي بقى للسوس الاحمر اللي قلتلكوا عليه اخدنا معلقتين كده من آآ الفلفل والبصل المفروم اللي كان متبقى عندنا وضفت عليه معلقة كبيرة من الصلصة رشة من الملح الزعتر فلفل اسمر ويدي لسوس الاحمر الجميل ده ممكن اضافة شطة طبعا ونبتدي ندهم به الكباب بتاعنا الجميل ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض ونرجع تاني بقى ندخله الفرن كده قد عشر دقايق وممكن نشغل الشوية وياخد بقى اللون الجميل ده وهيطلع بقى شكله بجدة وحفا تعالوا بقى بينا كده نشوف الصينية بتاعتنا بتاعت التقديم هتكون آآ فيها ايه كده مع بعض طبعا هو بيتقدم الكباب مع الرز او ممكن كمان مع العيش فيلا بينا كده نشوف طريقة الرز ايه سريعة كده وسهلة معي معلقة صغيرة من الزبدة وبصلايا كده مبشورة ومعايا ملح فلفل اصمر زعفران آآ كوركم وبهار آآ من الدجاج واللومي الجميل ده ويعود الارفة بيخلي ريحة الرز البسمتي جميلة جدا انا معايا كباس وغيرة من الرز البسمتي غسلتها ونقعتها في المية قد ساعة وبعدين صفتها بتعمل زعفران كمان مع الرز حقيقي جميل جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض هبتدي كده اخد الزبدة والتوابل بتاعتي على النور وبعدين احط لهم الرز وديها تشويحة كده لغاية ما ياخد اللون الدهب الجميل ده زي ما احنا هنقو شايفين دلوقتي مع بعض آآ طبعا آآ كل كباية من الرز البسمتي بيتحطي لها كباية ونص من الشربة او آآ من المية انا بالنسبة لي كان اخف بالمية حطيت كباية ونص وغلوتين كده وبنهدي النار لغاية ما ياخد سوى الرز بتاعه الطبيعي هنيجي بالا الطمية الجميلة اللي بقول لكم عليها البسيطة السهلة دي معلقتين كبار من الزبادي ومعلقة كبيرة من المايونيز ورشة من الملح عصرة نص لامونة وتوم مفروم معلقة صغيرة جدا ونبتجي نقلب المكونات بتاعة الطمية الجميلة دي دي اسرع طمية ما بتاخدش من انا خمس دقيق وطبعا مكوناتها زي ما انتم شايفين بسيطة وان شاء الله تكون متواجدة عندنا في البيت زي ما احنا شايفين كده مع بعض وبنقلبها وبعدين بنسبها في التلاجة كده شوية لغاية ما تتداخل كده مكوناتها وبنقدمها جنب الكباب بتاعنا انا شفت اكتر اه من طريقة كده الكباب بيتقدم مع رز اللي هو المبهر زي ما احنا شايفين اللي احنا عملناه مع بعض او بيتقدم كده اه عليه عيش فالحقيقة اللي اتنين حلوين جدا فانا حبيت ان انا اعمل لكم سنية كده متكاملة بقى من العيش والرز المبهر وكمان الكباب بتاعنا الجميل اه هو طبعا يفضل لو العيش اللي هو العيش الردة او العيش اللي بيدي ايه الامح زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا جايبة الصينية هي فاضية مش مدهونة اي حاجة انا جبت عيش البلدي بتاعنا العادي وقسمته كده نصين وابتديت ادهن منه الصلصة بتاعتنا اللي احنا دهنا بيها الكباب وزي ما بقول لكم لو متوجد عندنا اللي هو العيش اللي فيه ردة اكتر او ديه الامح هيكون مغزي وبيشبع كمان انا هبتدي ادهن كده من الصلصة بتاعتي وبعدين هحط لها كده بصل شرايح وعليها رشة من السماء الحقيقة انه جميل جدا جدا على البصل لما بيخش الفرن انا كنت شغلت عندي الشوية وهدخله تحت الشوية كده عشر دقايق هيطلع بقى طعمه حقيقي بجد تحفة جربوا الطريقة دي في العيش اللي بتقدم مع الكباب نفس اللي بتقدم برا في المطاعم وطبعا هيبقى جميل لانه من ايديكم في البيت شايفين بقى زي ما بقول لكم الوجبة جميلة جدا ومغزية قوي وكل اللي هيشوفها كده ومن الشكلة حتى هيحبها الكبار والصغيرين دايما نشجعوا اولادكم انه هم يكلوا الاكل البيت الصحي النضيف انا هدخله بقى عشر دقايق وبعدين هنرجع ساوا تاني مع بعض واحنا بنقدم الوجبة الجميلة بتاعتنا شايفين بقى الشكل والجميل بصوا هو من الصورة كده هو يفتح النفس ما بالكوا بقى لما انتم تجربوها بنفسكم بالريحة الجميلة بتاعت التوابل والاكل الحلو ده شايفين شكله والكباب متحمر وواخد اللون الجميل والرز بقى المبهر مش قادر اقول لكم على ريحته والرز مفلفل كده وحلو والتمية دي بجد كمان طعمها خطيرة وسهلة زين بقول لكم بسيطة جدا شايفين بقى الشكل والجمال وشايفين الكباب قد ايه يعني من لونه حلو كده وجميل ويستهل ان انتم كمان تجربوا الوصفة بصوا بقى وقد ايه هو طري من جواه وفي نفس الوقت كمان متماسك كده من بره وشكله طحفا اتمنى تكوني الوصفة بسيطة وعجبتكو وتجربوها وتقولولي رأيكم اشوفكم بقى الفيديو جاي على خير شكرا 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 شك اشتركوا في القناة